السلام عليكم من قناة الأخبارية السورية أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية نقش المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في جلسته التي عقدها برئاسة المهندس عمد خميس رئيس مجلس الوزراء تتبع تنفيذ الإنفاق الاستثماري لعام 2016 والربع الأول من العام 2017 حيث وجه رئيس المجلس بفريق عمل خاص بكل وزارة للوقوف على مدى دقة الأرقام والبيانات الصادرة من المؤسسات التابعة لها والمتعلقة بالموازنة تقرير إفلينا مصطفى بدأ المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي جلسته برئاسة المهندس عمد خميس رئيس مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين بمناسبة عيد الشهداء وركز المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في جلسته على استمرار خطط الحكومة في الدعم الاجتماعي وتركز الإنفاق الاستثماري على القطاع الانتاجي في الزراعة والصناعة الذي تضمن ترميم مصادر الانتاج الأكثر للإنتاج بسرعة كذلك ركز المجلس على مشاريع التوسع الأفقي بمؤسسة التدخل الإيجابي وتوجيه الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها لاستمرار إنتاج ونقل وتوزيع طاقة الكهربائية وتخفيض ساعات التقنين وتأمين مصادر الطاقة للمناطق والمدن الصناعية إضافة إلى توجيه استثمارات وزارة النقل لتحسين إنسيابية حركة النقل وتخفيض التكاليف بتوسيع وزيادة القدرة الإنتاجية للمرافق السورية ورصد الاعتمادات لضمان استمرارية العمل في المطارات السورية تم التأكيد على ضرورة التناغم بين السياسة النقدية والسياسة المالية بحيث أن نوصل لأكفأ الخطوات التي تسمح لنا أن نرى عمليات التمويل كيف تتم وكيف ممكن نعمل بعض التعديلات حول التخصيصات الموجودة لدعم المشاريع الأكفأ ويلي ممكن ينجم عن تحرير الأرض مثل ما بتعرفوا هلأ خلال الفترة القريبة الماضية صار في تحرير لجزء كبير من الأراضي من أيدي المسلحين فهذا كلام بيطلب إنفاق من طبيعة مختلفة وبيطلب تعاون من قبل المسرف المركزي لإيجاد القطع الأجنبي اللازم والموارد المالية المناسبة لتنفيذ هالمشاريع كل جهة من الجهات العامة راقبنا تتبع تنفيذها من خلال الاعتماد المرسود ونسب التنفيذ المالي والمادي بالإضافة إلى نسب التمويل في الحقيقة هذا الاجتماع مهم جدا لأنه يحدد بدقة ما تم تخطيطه مسبقا والآن نتابع هذا التنفيذ وأيضا يفيد إفادة كبيرة في التخطيط أو متابعة التنفيذ للمرحلة القادمة والتي هي الربع الثاني من العام وأيضا يفيد إفادة كبيرة في وضع الموازنة العامة لعام 2018 وفيما يخص وزارة النفط والثروة المعدنية تم توجيه الاستثمارات نحو زيادة الانتاج من النفط والغاز في المنطقة الوسطى والجنوبية وتجهيز وحدات تعبئة الغاز والوقود وتوجيه اعتمادات وزارة الإدارة المحلية نحو تحسين مستوى الخدمات العامة المياه والصرف الصحي والنقل الداخلي ورصد الاعتماد اللازم لتأهل البناء التحتية للمناطق الصناعية أعطيت وزارة الصناعة اهتمام كبير لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشروعات الانتاجية لأن تنفيذ مشروع انتاجي يعني تدوير عدلة الانتاج وطبيعيا التمويل يتم من خلال الفواض الاقتصادي التي تدرك في وزارة الصناعة من قبل وزارة المالية لننفق لها على المشاريع الانتاجية وكان في اهتمام كبير في وزارة الصناعة وزارة الزراعة باعتبارا وزارتين هم الوزارات الانتاجية والتي تحرك الاقتصاد الوطني لذلك وزار الصناعة كان لها اهتمام كبير من قبل الحكومة بحيث كل المشاريع التي تطرح وزار الصناعة المشاريع الانتاجية يوافق عليها ومطلوب تنفيذها بأقصى سرعة ممكنة وطلب المهندس خميس من كل وزارة تنفيذ ألية العمل بما يحقق التنمية بكل عنوينها على أن يتم تشكيل فريق عمل خاص للوقوف على مدى دقة الأرقام والبيانات الصادرة من المؤسسات التابعة لها والمتعلقة بالموازنة لافتاً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل استثنائي برئاسة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتحديد الثغرات والإيجابيات بالجهات العامة لجهة الإنفاق والموازنة من جهته قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني عرضاً حول تنفيذ خطة عام 2016 وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح وزارة المالية وهيئة التخطيط ومصرف سوريا المركزي للمعايير الخاصة بالتمويل الاستثماري واختيار المشاريع وفق الأولويات أكد المهندس سعيد الخطيب رئيس مشروع إعادة تأهيل صوامع عدرة أن قيمة عقد إعادة التأهيل في المرحلة الأولى يبلغ 712 مليون ليرا بما يتضمنه من تجهيزات وتوريد وصيانة الخطيب أشار إلى أنه تم العمل على إعادة التأهيل منذ شهرين ونصف حتى تم حتى الآن تنفيذ ما يقارب 30% منه وستكون الصومع بنهاية العام الحالي جاهزة كبنى تحتية للبدء بالمرحلة الثانية من العمل المتمثلة بتأمين التقنيات التكنولوجية وفق عقود مع الشركات الأخرى بين أمين التشريع في الاتحاد العام لنقابات العمال بشير الحلبوني أن هناك رؤية حكومية لإعادة العمل بقانون المراتب الوظيفية بعد أن أوقف لعدم تنسبه مع الملاءة المالية وشدد الحلبوني على ضرورة منح الجهات العامة صاحبة الحق بالتعيين إمكانية نقل العاملين إلى أحدى وظائف الفئة الأولى أو الأعلى في حال حصوله على شهادة أعلى من شهادة التعيين مع ضمان الاحتفاظ بقدمه المكتسب من أجل الترفيع المقبل وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتورة أو الماجستير بمشاركة 110 شركات من الشركات الصناعية في مختلف القطاعات افتتح محافظ السويداء وأمين فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي مهرجان التسوق الثالث الصنع في سوريا الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفة حيث تصل نسبة الحصومات إلى نسبة 50% المزيد من التفاصيل في التقرير التالي افتتح محافظ السويداء وأمين فرعي الحزب مهرجان التسوق الثالث الصنع في سوريا الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الفترة بين الرابع والحادي عشر من الشهر الجاري يشارك بالمهرجان 110 من الشركات الصناعية من مختلف القطاعات حيث تصل نسبة الحسومات إلى نسبة 50% إضافة إلى الهدايا المقدمة من غرفة صناعة دمشق وريفها لتشجيع نجاح المهرجان إضافة إلى قسائم شراء خاصة بأسر الشهداء الصناعيون يؤكدون من خلال هذا المهرجان المتتابع في جميع محافظات القطر وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري بصموده من خلال عملية الإنتاج من خلال عملية الألبياء من خلال عملية التواصل مع المجتمع على مساحة القطر العربي السوري وهناك تخفيضات بحدود من 15% إلى 35% وإدارة المهرجان قدمت كيبونات لزوي الشهداء بقيمة إجمالية 500 ألف ليرة سورية ولكل أسرة شهيد قيمة الكيبون مبلغ 5 ألاف إقامة هكذا مهرجانات خاصة من أخوتنا الصناعيين في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن هي تعبر عن إرادة السوريين في ثقافة التحدي وفي زراعة ثقافة الحياة وثقافة الصمود صحيح أن الأسعار ممكن أن لا تختلف بشكل واضح أو شكل كبير هي أقل من سعر السوق لكن نحن نعتبر من خلال هذا الهدف أن السوريين دائما أصحابه فكر المقاوم تتمثل لديهم إرادة الصمود وإرادة التحدي حبينا نشارك كل التجار ونقول لهم نحن معاكم وموجودين هنا وموجودين من أجل أن نؤدي خدمة لمطلوبة منها من خلال التدخل الإيجابي وطبعا هذا كثير مفيد لنا لأنه ممكن إحنا نتواصل مع المعامل الأصلي معامل الأساس لأي سلعة من السلع بحيث أنه إذا بنا نأمنها لمواطننا بصالاتنا من أمنها بسعر الكلف الأساسي ومنضيف عليها هامش ربح السوري القليل وبالتالي نكون قدرنا نتدخل كمان إيجابي بهذا الاتجاه إقامة المهرجان للمرة الثالثة يؤكد أن العملية الإنتاجية مستمرة بالرغم من الحرب العدوانية المفروضة على سوريا ويثبت الدور الرئيسي للشركات الصناعية في مواجهة هذه الحرب الظالمة أكد وزير النفط الإيراني بيجين زنجن أن إيران ستوقع عقودا بقيمة 80 مليار دولار في إطار نموذج عقود النفط الجديدة في غضون العامين المقبلين وأوضح زنجن أن العقود الجديدة ستكون منصة لانطلاق فعاليات المقاولين المحللين أو المحليين مبينا أن إنتاج حقول كارون ارتفع من 70 ألف برميل يوميا في عام 2013 إلى نحو 280 ألف برميل يوميا في شهر أذار عام 2017 أكد الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم أليكسي ميلار أن الشركة أنهت جميع الأعمال تمهيدية لبدء تنفيذ مشروع السيلة التركي للغاز وأنها ستبدأ خلال أيام بمد المقطع البحري من الأنبوبة ويتضمن مشروع السيلة التركي مد أمبوبين عبر قاع البحر الأسود من روسيا إلى تركيا بساعة إجمالية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا أحدهما مخصص لسوق التركية والثاني للمستهلكين الأوروبيين انتقالا مشاهدين إلى أسعار العملات بحسب النشرة الرئيسية للمصرف المركزي الدولار في شركات الصرافة 517 ليرا و42 قرشا أما اليورو 564 ليرا و28 قرشا في أسواق الذهب العالمية وسط الذهب سجلت 1233 دولار و10 سنتات محليا 19400 ليرا لعيار 21 16630 ليرا لعيار 18 أما في أسواق النفط العالمية خام برينت سجل اليوم 47 دولار الخام الأمريكي 44 دولار مشاهدين هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد ننتقل إلى أنس لمتابعة آخر أخبار رياضة تفضل